اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة حرصة مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبدل الخبرات والمعرفة بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنية الثورة الصناعية الرابعة ونوها سعادة الوزير بتوجهة دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون وضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفدى مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الثاني والخمسين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بالدوحة وأجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من بينها استعراض تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به إضافة إلى تقرير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية ومناقشات مستجدات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية واستعراض تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتقرير حول منجازات منطقة الخليج للإستشارات الصناعية بالإضافة إلى جملة من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع ترجمة نانسي قنقر